كلمنا النهاردة عن شخصية من الشخصيات الجدرية في التاريخ الاسيامي شخص بيرى الناس المحبين والمؤيدين انه هو اي وحد العالم الاسيامي انما بيرى اعداؤه بصورة سيئة جدا كلمنا النهاردة عن عبد المايد ابن مروا هو احد فقهاء مدينة الاربعة تفقه في عيوب وفي الدين وهو الصغير يحد ما ولي الخياف كان موجود في مدينة يحد ما حصلت الفتنة فاصرقه عبدالله ابن الزبير مع ابوه الى الشان ومن ثم توير هو حكم الامويهين ان كانوا بس بيسلطروا على الشان لان في العراق في الوقت ده قامت صورة المختار الثقفي وفي بقية ألغاء العالم الاسيامي كان بيسلطر عبدالله ابن الزبير عبدالله ابن الزبير ارسل الجيش لقضاء على المختار الثقفي واستطاع فعلا انه هو رقض عليه فأصبح العالم الاسيامي ما بين شخصين عبدالله ابن مروان وعبدالله ابن الزبير ما استناش عبدالله ابن مروان اخذ جيشه وسلطر على العراق ومن العراق اخذ جيشه والتقدم ناحية الهجاز وقضى على عبدالله ابن الزبير بقيادة الحجاج ابن يوسف الثقف اثناء الحمايات العسكرية دي قريق الكثير من الدماء ولكنه برضو هو الوحد العالم الاسيامي بعد فترة طويلة من النزاع وهو يعرب الدواويل وهو اصدر اول دينار عرب اه اتمنى الحقيقة تكون عجبتكم وفادتكم وسايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة